السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي الطلبة طلاب الصف التاسع على منصة المليون منصة جو اكاديمي معكم الاستاذ جهاد الغزاء ومدرس مادة الفيزياء وجدد الترحاب بكم اذا بتتدركوا انتوا crilizrat في الدرس الاول انو الكميات الفيزيائية نوعيا كنا في عندي كميات اساسية وعندي كميات مشطقة الا فتتذكر كميات الاساسية الشبانة بالعدد الاوليه كنا كميات الاساسية التي لا يمكن التعبير عنها بكميات اساسيه ايش اخرى وكنا كم سبعة وكنا هذا الجدور مهم جدا لازم نحفظ الكميات الفيزيائية والوいてي الدولي لأنا اكثر من وحده ليص دindust Darbrun يا أستاذ الكتلية هي كمية أساسية الوعدة الدولية لقياس الكيلو جرام في عندك مليا جرام انا ما بهمني أنا أخذنا الطول أخذنا درجة الحرارة أخذنا زمن كمية الإضاءة أو شدة الإضاءة كمية المادة شدة التيار أو التيار الكهربائي بعدين ق sno 이�ệ واخذنا الكمية المستقعة اللي هي ما عدا segur 사ه السبع كميات تعتبر كمية مستقعة وكنا كيف تعرفنا اخذنا الكميات المشتقة اللي هي ما عدا بول السبع كميات تعتبر كمية مشتقة. وكنا كيف تعرفنا انه الكميات المشتقة هي الكميات التي يعبر عن وحداتها يعني وحدات قياسها بدلالة ايش الكميات الاساسية. واخذنا لك امثلة عليها. عطيناك زي هيك. مثلا كنا والله الاريا المساحة بتقول لي يا استاذ طول ضرب العرض. ولا قلنا لك شو الوحدة الدولية لقياسه. هاي الاريا. ما علي الا اشيل الكمية في زي وحدد ايش? وعوض بالوحدة الاساسية. ال ال الطول في المتر. والدابليو العرض ايضا في المتر. فما ان شاء الله عليك. هاي انت اشتقيت الوحدة الاساسية. لا ايش ال اي. فهاي ال ال والدابليو تعتبر كميات اساسية. ال اي هاي تعتبر كمية مشتقة. ليش يا استاذ ال اي تعتبر كمية مشتقة? لان وحدة قياسه اشتقت من وحدة كميات اساسية. اشتقت وحدة كميات ايش? اساسية. وطبعا احنا جينا استخدمنا كثير من ايش المعادلات وحلينا أمثل كثير جدا فالله يرضى عليك يا أستاذ جاد أنا في الدرس الأول شو لازم أحل شو لازم أحفظ الله يرضى عليك هاي يا سيد العزيز الوحدات الدولي لقياس الكمية الفيزيائية مهمة جدا لازم أنت إيش تعرفها وزي ما قلنا لك أي واحد بدي يكمل دراسه للفيزيائي العلمي هاي هي تعتبر التأسيس لمادة الفيزيائية أنا بالنظر لمادة الصف التاسع المادة الصف التاسع بالإضافة لمادة الصف العاشر وبالأخص الفصل الأول هاي مادة مهمة جدا لمن يريد أن نكمل دراسته في المصار إيش العلمي أول حتى ترتاح في التوجيه وابتدعي نيجي الآن نكمل تأسيس الفيزيائي اللي عنا اللي موجودة اللي طبعا يكون الدرس الثاني اللي هي بقول لك الطريقة العلمية لكتابة إيش الأعداد اللي هي أو بسموه مرات في بعض الكتب الترميز العلمي إلي بدك عادي يعني مش تلخبط عادي يعني تكتبع بالطريقة العلمية تكتبعها بالطريقة الترميز العلمي كل نفسي تبعيسي ماشي والله بتلاحظ أنه بتقول اي 에ستاذ هذا عنوان عريض وراح تشوف أنه التطبيق عليه سهل جدا شو المقصود بالترميز المقصود بالترميز العلمي يا أخي إذا كان عندك رقم أن يكون هناك فقط عدد واحد صحيح على يسار الفصل هالكن البدية أكثر من ايك لا لا يكون بالطريقة العلمية إذا شو الطريقة العلمي بتقول يا أستاذ الطريقة العلمي ان يكون هناك عدد صحيح واحد يعني شو العدد صحيح من واحد لتسعة يعني يكون رقم واحد او اثنين او ثلاث مش عددين انا بقول هاي التسعة الصفر لا يعتبر عدد صحيح او اذا وجدت بادئة رح نجعلي هذا البادئة فهمت عليك ايش بعد شوى عشر دقائق لازم عوض ايش في قيمتها فبالتالي انت هيك بتقول يا أستاذ كتبت بطريقة ايش الترميز العلمي طيب ماشا اكتب الارقام التالي بطريقة الصورة العلمي قايقا شو طريقة الصورة العلمية عافوا بتقول لي واحد اثنين ثلاثة في عندي ثلاث ارقام على يسار الفصل لأ بدي ايش بتقول اي ثابتة. الله يرضع. ضرب عشر الاساس عندي عشرة. شو القاعدة بتقول لك سيدي اذا انت حرقت الفصل نحو اليسار يا سيد العزيز. بحط اسموجة بدلالة عدد المنازل اللي حركته. كم من منزل اللي انت حركت. بتقول ليا استاذ انا حركت منزلتين. فبالتالي شو بحطت هون؟ بتقول ليا استاذ بحطت هنا اياش عشرة قوة ثلاث. تمام؟ هاي بتقول ليا استاذ انا حطيت اياش عشرة قوة اثنين. طمعا. نشوف هون يلا. بتقول لي استاذ و والله ارقام كثيرة. انا ما بدي اي الرقم صحيح يلا واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة ستة هولا لازم يكون الرقم الفاصل يلا شو بتصيل واحد فاصل خمسة ضرب عشرة بمعنى انك انت حرقتها حوال يسار فبعطيه اس موجب ضرب عشرة قوة ستة طبعا نجي لعن لا بدن نحرك نحو اليمين هالمعقول اللي يسار واليمين عطيه موجب طبعا لا رح يختلف يلا وين عوال عدد صحيح بتقول لي يا استاذ الثلاث يلا واحد اثنين اي ثلاثي شو بتصير عندي ثلاثي ثلاثي ستة ضرب عشرة بتقول لي يا استاذ انا حركتو ثلاث منازل فهول شو باعطيه بعطيه اشارة الماينس ماينس ثلاثي اذا هذا اصبح بصيخة الترويز العلمي ليش لانه بتقول لي لازم يكون عندي عدد صحيح واحد على يسار باصل بفعل هاي عندي عدد صحيح واحد على يسار ايش الفاصل نكمل هو لنفس المبدأ يلا شو بتقول لي خلن نرفع لك الشاشة شوي اه شو بتصير عنده كون يلا بتقول لي يا استاذ بدي اتطر حركو منزلتين يلا شو بصير واحد فاصل اثنين خمسة ضرب عشرة قوة ماينس اثنين اوه طلع علي هون بدي حاول يضحك علي وين الفاصل عشرة يا اخي اذا كان الرقم الصحيح معروفي الفاصل عشرة بدي تجد على اخر رقم هاي فاصل عشرة بس هو مش هطل لي اياها يلا شو بتتحرك على واحد اثنين ثلاث اربعة شو بصير عندك ثماني فاصل ستة اربعة ضرب عشرة قوة كم ضرب عشرة قوة اربعة ايه خلصنا مني يلا هون يلا الان ها بدي تتحركيك يلا واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة ستة شو بتصير واحد فاصل اربعة ضرب عشرة قوة سالب كم قوة سالب ستة طايم عشان طايم عشان حسن وانا الحركوات نحو اليمين يلا واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة ستة حلو صح ثلاثي ستة ارقام اربعة فاصلة كم ستي ستي ثلاثة اربعة عشر قوة كم ستي او بتيجي بتحط هنا فاصلة بتقول لي يا سلام بعد الأرقام اللي بين الفاصلين الفاصلة القديمة والفاصلة اللي حرماчة كم الرقم عندي ستي فبحط عشر قوة ستي يلا هون هنا هي طريقة هنا بدل ما تسوي خطوطيك وتدويق رأسك واحد اثنين ثلاث اربعة خمس ستي بينهما ست أرقام بصير أسهل بستة يلا هون هاي الفاصلة القديمة هاي الفاصلة الجديدة تحطه واحد اثنين ثلاث اربع بصير عشرة قوة ايش اربع. طبع الان هسا راح نجيك على اسيرة الكتاب. انا ما حطيت لك اشي في اسس. تمام? ليش? لانه الكتاب حط لي امثلي حلوة جدا. حتى نتعامل مع الاسس. طيب ماشي. قبل ما ندخل في الموضوع. بيجي بقول لي يلا يا سيدان عشرة قوة اثنين ضرب عشرة قوة ثلاثة. شو بتقول لي? بتقول لي يا استاذ اذا تشابهة الاساسات. بجمع الاسس. جمع جبري. العفن الاسس. جمع جبري. يلا عشرة. شو بفوق عندي اثنين زائد ثلاثة. شو بتصير عندي عشرة قوة خمسة. طيب ماشي. لو كان عندي عشرة قوة اثنين. ضرب عشرة قوة سالب ثلاثة. بتقول لي يا استاذ عشرة. يلا بجمع اثنين زائد سالب ثلاثة. شو بتصير عندي? بتصير عندي عشرة قوة سالب واحد. طيب لو كان عندي هيك عشرة قوة سالب ثلاثة ضرب عشرة قوة سالب اربعة شو بتصير عشرة يلا سالب ثلاثة زائد سالب اربعة فبطلع معي عشرة قوة سالب 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 بسيط جدا التعامل مع الوسيط هاي بيجي بضيع علي حصة واحدة بيقول لك هاي حصة تأسيس هيعطيناك اياها شو السؤال اكتب الكميات الاساسية بالصورة العلمية حلو جدا انا بدي اكتب الان بالصورة العلمية شو السورة العلمية ان اخلي رقم واحد فقط على يسال فاصلة بتقول لي هاي الفاصل القديم هون لا بدي احطه هولا ماشي كمل رقم بينهم بتقول لي اصيل فيه بس رقم واحد بصير اثنين فاصلة ثلاثة ضرب انا نكمل عفل اثنين فاصلة ثلاثة كابل صفر سبعة ضرب عشرة ايش قوة واحد انو حركته نحو اليسار ايب ماشي خلصنا منو لان انا حركت وين نحو اليسار ضرب في عندي ايضا عشرة قوة اثنين في عندي عشرة قوة اثنين بتقول لي بسيطة جدا يا استاذ يلا شو بتساوي هون يلا اثنين فاصلة ثلاثة صفر سبعة ضرب عشرة قوة كابل ثلاثة بانو عشرة نجي نكتب لكها بتقول لي يا استاذ عشرة قوة واحد ها زائدا اثنين فشو بطلع عندي عشرة قوة ثلاثة يلا هاي خلصنا من اول واحد يلا نشوف الثاني بتقول لي يا استاذ ده الفاصل بتتيجي بين اثنين والخمسة اهي اثنين والخمسة كم من منزلي بينهم بتقول لي منزل تيم اذا به صير يا استاذ اثنين بوينت 5 EMB ضرب ثماني خمسه ثماني حفوان سبع ضرب عشرة قوة سالب اثنين او في عندي عشرة قوة ثلاثة يلا شو بتساوي بتقول يا استاذ اثنين فاصلة خمسة ثمانية سبعة ضرب عشرة سالب اثنين زائل ثلاثي شو بصفي عندي اثنين فاصلي خمسة ثماني سبعة ضرب عشرة قوة واحد ما في دعا تسوي الخطوة الاخيرة انا بس بسوي الخطوة الاخيرة التوضيح اذا انت اجمع على طول طب يلا هو نفس المبدأ بتقول يا استاذ الفاصل احتيجوهم يعني كم الرقم بينهم واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة شو بساوي عندك خمسة ضرب عشرة قوة سالب خمسة ضرب عشرة قوة ايضا كم عندي هون بتقول يا استاذ سالب خمسة يلا حلو شو بساوي عندي هون يلا بساوي خمسة ضرب عشرة سالب خمسة زاد سالب خمسة بتقول لي سالب عشرة هاي كلها يا سيدة وانا بدك انت يتبينه شاطر حط صفر فاصل فاصل ما في مشكل عندي ما بيأثر هذا الصفر ما بيأثر هذا الصفر او بتخليه زي ما هي يلا هو نفس الشغلة يلا شو بنساوي بتقول يا استاذ بدي نحاولوا منزلتين او هاي الفاصل بدي تيجي هون بي بينهم رقمين فشو بصير عندك اخر واحد خمسة بوينت اربعة سبعة اثنين خمسة ضرب عشرة قوة اثنين طيب ماشي يا استاذ حس هذا ليش اخدناه اه ما هذا اخدناه يفترض هذا اه انا بقول لك ايه هذا يعني يفترض الحالة المثالية انت عندما تيجي رح نيجع لي هذا نوق التطبيق هاي القواعد عليها اما اجعني اطلع مثلا مساحة اطلع اي الشيء بدي اضرب ارقام يفترض الجواب النهايي تبعك يكون بصيغة الترميز العلمي هذا يفترض انا بقول لك الحالة ايش المثالية يعني في بعض الناس بطلع لي الرقم هذا بحط لي خمسة اربعة سبعة فاصل اثنين خمسة بتقول لي هذا الرقم نفس هذا الرقم ولكن الرقم اللي في الاعلى هو بصيغة الترميز العلمي فيفترض انت عندما تيجي تطبق الفيزيو وتحل المسائل يفترض ان يكون جوابك النهائي بصيغة الترميز العلمي كن هذا يفترض يعني بجوز احنا ما منطبقوا يعني عمليا في البدارس ما بطبقوا ولكن بجوز انت تواجه مشكلة اذا ايش اجدت لك اسئلة في الملت بالشويس فلازم انت ايش تعرفهم يا جاكس استدعى دائرة على الاغلب كل الخيارات بتكون بصيغة الترميز العلمي فالله يرضى عليك تكون دقيق في الموضوع لا تستهين فيه وقلنا لك مادة التاسع مادة مهمة جدا نيجوا يا اخي البادئات والله البادئات تتعامل معها وما بتعرف انها تسمى بادئ يعني كيف استاذ يلا بيجي مثلا اقرأ لي هاي الكل اقرأ لي اياه شو بتقرأها هاي كيه كنا بنعرف نقرأها شو بتقولي بتقولي يا استاذ خمستاش ملي متر هاي بتقولي يا استاذ هاي المتر وحدة قياس اللي هي الطول البعد هاي الميلي انا بسميها بادئة ماشي اي انا بسميها بادئة شو هاي البادئة بتقولي الرمز اللاتيني له قيمة معينة يعني هاي البادئة قيمتها عشرة قوة ماينس ثلاثة تمام يعني انتي بتشيل هاي الميلي بتعوض قيمتها شو بتصير ضرب عشرة قوة سالب ثلاثة شو بتحط متر عادي هاي بادئة طب يلا شوف لي هاي مثلا في واحد بيجي بقولي يا استاذ ثلاثين ها شو اقرأ لي هاي اقرأ لي هاي شو هاي ثلاثين ايش شو بتقرأ هاي بتقولي يا استاذ ثلاثين ها كيلو حلو ها كيلو شو متر هاي المتر بتقولي يا استاذ وحدة قياس هاي الكيلو بادئة شو قيمتها عشرة قوة ثلاثة او الف يعني شو بصير رقم ثلاثة ضرب عشرة قوة ثلاثة متر يعني انا بقدر اشيل البادئة وعوض في قيمتها يعني هاي البادئة زي العملي الى قيمة الكل عنده مسجلات بالسيارة مرات تلقل زي هيك بيجي بحط لك اثنين من عشرة بحط لك هذا الرقم وبحط لك هذا الحرف يا اخو انت طالع في المسجل في السيارة بتلاعظ انه عندك محطات اللي ذا حطي لك هاي الأرقام شو هاي تقرأ مية وثلاثة بوينت اثنين شو هي ميجا شو هي هيرتز هاي هيرتز وحدة قياس يتردد وحدة قياس فدائما وابدا الحرف الاخير هذا يبشير الى وحدة القياس وحدة كمية الفيزائية اول حرف هذي شو يسير الى الى البادئة اذا وجدت هاي عندك الميجا فبتقول لي يا استاذ الميجا يعني مليون عشرة قوة ستة عشرة قوة ستة طيب ماشي مرات بتيجي بتقول لي والله يا سيدي طول الكتاب كما قرأ ليا يلا يعني للأسف مش حطي لك السانتي هاي بتقول لي يا استاذ عشرين سانتي متر حلو اذا هذا المتر بتقول لي يا استاذ بادئة عفل المباعث متر واحد دقيات السانتي بادئة كم قيمتها عشرة قوة ستة ايش هيرتز هاي البادئة اذا بتقول لي يا استاذ انا البادئات كنت اتعامل معها ولكن ما بعرف انه كان اسمها بادئة فالبادئة هي حروف لاتين وهذا الحكي مهم جدا 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 الله يرضى عليك البادئات كثير من الطلاب ما بعرفها هسا بجوز مثلا انا ما بعرف جوزهم يعطوك قيمتها في الامتحان بجوز ما يعطوك قيمتها فبالتالي انا في عندي ست بادئات هذولها مهمات جدا الله يرضى عليك لازم تحفظها هم في الكتاب حاطي لك بجوز اتناشر بادئة تمام جدا ولكن انا في عندي ست بادئات مهمة جدا انه هذا اكثر شي راح تعمل معه هاي عندك سيدي الميجا هاي الميجا يا بشر هاي مهمة جدا الله يرضى عليك ميجا كم قيمة عشرة قوة ستة او مليون هاي ايه شا التعبير العشرة احنا بدنا شو ها التعبير العشرة عادي بشينتفقنا نحط هون يا سيد الفاصلة وهون كانت الفاصلة كم الرقب بينه بست اصفار فشو بتصير درب عشرة قوة ستة هاي هاي اختبنا بصيق التربية يعني هاي عشرة قوة ستة يعني واحد درب عشرة قوة ستة هاي اللي بقى بي البادئة الثانية المهمة جدا الكاه الله يرضى عليك بتقول لي كيلو قيمة عشرة قوة ثلاثة هاي كثير راح نتعامل معها ايضا النانو عشرة قوة سالب تسعة يرمز لها بالرمز ان المايكرو ميو هاي تلفظ ميو يا شباب مايكرو ميو زي حرف اليو بس حطوا له ايش حاكب من هنا حاكب من هنا عشرة قوة سالب ستة الميلي يرمز لها بالرمز ان مش يطلق بط بينه وبين واحدة قياس الطول اللي هي الميكرو فالله يرضى عليك انا رحكتب لك فسيقة ها يعني هاي الكي بتكل شو استاذ كيلو كم قيمتها عشرة قوة ثلاثة اللي ايش عفل عشرة قوة ثلاثة تمام في عندك اللي عكسة اللي هي الام شو بتصير ميلي هاي عشرة قوة سالب ثلاثة افضل اتنين احفظوا مع بعض طيب ماشا في عندي يا سيد الام كابيتل الام كابيتل بتقول لي يا استاذ ميجا كم قيمتها عشرة قوة ستة بتسمع ميجا مول يعني ايش كبير تمام اللي عكسة تمام المايكرو هاي مايكرو كم قيمتها عشرة قوة سالب ستة طيب ماشا في عندي يا سيد العزيز الان الله يرضى عليك مهم جدا نانو عشرة قوة سالب تسعة وكنت لك هم للعصب مش عارف ليش مش حاطين السي معنى السي باديع اللي هي السانطي عشرة قوة سالب اثنين كثير منتعامل معها هاي انا اضفت لك اياه طبعا انا بنظري يعني هذولا الستة باديعات مهمات جدا انا من اكثر الباديعات اللي احنا منتعامل معها منستخدامه البيكو ان شاء الله الى جيت اخدت المكثفات فهمت عليك كيف او مواسعات راح نستخدام عشرة قوة سالب اثناش الان اطلع اليون مين هاي الباديعات الذي له اقل قيمة يعني وجدتلك هذولا بالجدول مين الباديعات التي لها اقل قيمة بتكون للبيمته لانه كل ما بيكبر الرقم بالمانس يعني قيمته بتقل مين الاكبر قيمة فيهم بتكون لي استاذ المينلي يعني الى ايش اقل رقم بالماينس يعني لو اجع راتب انتنازولية من الاكبر للعقل راح يكون اكبر شيء المينلي بعدين المايكرو بعدين النانو بعدين البيكو اصغر شيء بيكون عندي البيمته اطلع اخوانه كله هذا في الموجب لا بالعكس الموجب كل ما بيكبر قيمة القش بزيد قيمته فبتكون لي البيتا راح يكون له الاكبر قيمة والكيلو شو راح يكون عندي الاقل قيمة الله يرضى عليك بدك تحاول تحفظ هذول الست وحدات انا بكلك ركز علي وان شاء الله ما بتندم الست وحدات هذول مهمات جدا نحفظها حتى انا مركز لك عليهم الكيلو شو رمزها بتقول لي اصداد رمزها كيه الكيلو بتقول لي اصداد رمزها كيه قيمتها بتقول لي اصداد عشرة قوي ثلاثة او بتفكها عشرة ضرب عشرة ضرب عشرة التعبير العشر يعني بصير الف اللي بيبني هذا الله يرضى عليك الوس المايكرو بتقول لي اصداد ميو هاي المايكرو ميو كم قيمتها عشرة ومعينس ستة الميلي بتقول لي اصداد برمزها بالرمز ام كم قيمتها عشرة قوي ثلاثة الميجا بتقول لي يا سيدي ام كابيتل كم قيمتها عشرة قوة ستة يلا النانو بتقول لي اصداد ان قيمتها كم عشرة قوة سالب تسعة الصانت اللي كنت لك مش معطينيها في الكتاب بس مهم مش عينك الله حفظها بترايحك عشرة قوة سالب اثنين اخر اشي الفمتو حرف الاف اللي عشرة قوة ماينس كم خمستاش فالله يرضى عليك هذول الجدول حاول انك تحفظه مهم جدا لانه في ستة وحدات المهمة جدا اللي احنا كثير منستخدمن كثير احنا ايش منستخدمن هذول يفيد علي فالله يرضى عليك هذو شو بسموه هذو بسموه البادئات البادئ حرف لاتيني يسبق وحدة قياس بعده وله قيمة معينة هسا شوية راح نرجع على طريقة الترميز العلمي ذاكرين كيف نكتب الرقم بسيخ الترميز العلمي ان نخلي رقم معدل عيسان الفاصل واذا وجدت بادئة اني انا اعوض في ايش بقيمتها طيب ماشا هنشوف هنا خلصنا من هاي الصفحة ما شاء الله خلصنا من صفحة رقم ثماني ما ظل عنا كثير هاي صفحة رقم تسح يلا معنى كنا التقويم نشوفك هاسيدي انتي ما بتطلع من الحصة باذن الله تعالى ولا امورك طيب بعيد وبكرر وبزيد الله يرضى عليك مادة التاسع مادة مهمة جدا جدا الله يرضى عليك لا تتهاون فيها وتابع اول فضل البادئة التي تدل على مضاعف قدر 10 قوة 3 او مين البادئة اللي قيمتها 10 قوة 3 مين البادئة اللي قيمتها 10 قوة 3 لو نجعل مايكرو بتقول لي يا أستاذ المايكرو بتكتبلك يعني حتى تحفظي بتكون المايكرو أستاذ رمزيش ميو كم قيمتها 10 قوة سالب 6 بدي اياك تحفظ المادي يا سيدي الميجا كم يا أستاذ 10 قوة 6 الكيلو كي قيمتها 10 قوة 3 الجيجا جي 10 قوة 9 على المليار إذا بتكون يا أستاذ هاي الكيلو إذا البادعة التي قيمتها 10 قوة 3 شو بتكون يا أستاذ هاي شو بتبين البادعة التي تدل على مضاعف أو قيمة قدره 10 قوة 6 يلا الكيلو كي 10 قوة 3 الميجا ام 10 قوة 6 المايكروميو 10 قوة 6 الجيجا جي 10 قوة 9 فبالتالي بتقول يا أستاذ هاي الجواب عندي بها احفظتنوا اللي بعدك مش حافظين احفظتنوا اللي بعدك يلا البادعة التي تدل على مضاعف قدره 10 قوة كم ذي 10 قوة 10 قوة موجب 9 ولا ناقص 9 نعدلها 10 قوة ناقص 9 نعدلها معلش 10 قوة ناقص 9 يلا مين البادعة اللي قيمتها 10 قوة ناقص 9 خليهاي 10 قوة ناقص 9 هاي 10 قوة ناقص 9 بتقول يا أستاذ النان ما في جدعي نكتبنا لك حفظنا طب يلا البادعة التي تدل على مضاعف قدره 10 قوة ناقص 6 مين هو البادعة اللي بتدل على مضاعف قدره 10 قوة 6 بتقول لي أستاذ المايكرو اللي عكس الميجا 10 قوة 6 يعني هاي 10 قوة 6 هاي 10 قوة 9 هذه 10 قوة 3 متاز جدا ماذا يطلق على القيم 1000 قرام أنا بدي أعبر عنها بطريقة ثانية 1000 قرام شو رايك لو جيت أنت عبرت عن 1000 قرام بطريقة ثانية ها كي بدي أعبر عنها شو رايك بادعة بنت أستخدم بادعة بديش أستخدم ما ظهر رقم كبير بتقول لي 1000 إيش يا أستاذ 10 قوة 3 قرام صح 10 قوة 3 آه شو رايك أنت مين البادعة اللي قيمتها 10 قوة 3 بتقول لي كيلو فبالتالي على بدل ما أكتب 1000 قرام شو بحط بتقول له ياستاذ بقدر أعبر عنها 1 كيلو قرام نفس المبدأ هاي 1 كيلو قرام إذن هاي 1000 قرام بقدر أعبر عنها بهاي القيمة اللي هي الكيلو فبتلاحظ أنا كاتب لك يا أخي بالإنجليزي وكاتب لك بالعرب مش غلط تتعود نكمل البادعة الأقل قيمة في المقادير الآتي مين اللي أقل قيمة فيهم هاي يلا مين الأقل قيمة فيهم شو رايك أنت كله في المتر متر متر هاي شو مليمتر هاي شو تقرأ واحد والله بد أكتب لك إيانا بد أكتب لك إيانا حتى تحفظ واحد مليمتر يعني شو بتصير واحد درب عشرة قوة سالب ثلاثة متر هاي مقصول فيها الثاني واحد كيلو متر يعني واحد درب عشرة قوة ثلاثة متر شو شلت الملي عوضت في قيمتها الثاني يلا واحد درب عشرة قوة سالب تسعة متر الثاني واحد ايش متر. تمام? هاي انا جيت عوض. شو السؤال بقول لك? شو البادع اللي اقل قيمة في المقادير الاتية? شو اللي اقل قيمة عندك هون? طبعا الاقل قيمة اللي بيكون له اكبر ايش? اس في الماينس. مين الاكبر بيكون اس في الماينس? اللي هو يا سيد عزيز بيكون فرع جيم. لو اجي كان رتب ليه من الاكبر الى الاقل. لو جابلك ايه هذول? رتب لي هذول من الاكبر الى الاقل. بتكون يا استاذ هذا رح يكون اكبر واحد. بعدين رح يجي هذا رقم اثنين. رح يجي هذا رقم ثلاثة. رح يجي هذا رقم اربعة. في السالب. الذي له اكبر قيمة في السالب. يكون اقل قيمة في الموجة. لا. اللي بيكون له اكبر بصير. يعني زي هون? لو جينا رتبناهم. بتكون للي اكبر شي. بعدين الميجا. بعدين الكيلو. اخر ايش عندي ايش? المايكرو. لانه بالعشرة قوي سالب ستة. آه ان شاء الله حفظناه للبادئات. ان شاء الله حفظناه للبادئات يا شباب الله يرضى عليك. هذا الحكي مهم جدا. هذا الحكي الله يرضى عليك. مهم جدا. عندما نيجي نطبق قواعد الارقام المعلومية على العمليات الحسابية. الله يرضى عليك. نشوف هون. استعمل الارقام. اكتب الكميات لها ديها. باستخدام بادئات النظام الدولي المناسبي. ماشي. بطلع. ويني? هاي اون? هاي السكند وحدة قياسي. المتر وحدة قياسي الجول وحدة قياسي. حطي العشرة قوي سالب ثلاثي. طيب ماشي. شو البادئ اللي قيمتها عشرة قوي سالب ثلاثي? بتقولي يا استاذ الملي خلص. بشيل العشرة قوي سالب ثلاثي. وبحط الام. شو بتصير عندك? واحد فاصل اثنين. شو بحط? ملي سكن. يعني هاي وهاي نفس القيمي. هاي وهاي نفس القيمي. لكن هذي مكتوبة بصيغة ايش عندك الترميز العلمي. ما كنا بصيغة الترميز العلمي. ان يكون هناك رقم واحد فقط على يسار الفاصل بالفعل. واذا وجدت بادئ اعوض في قيمتها. هاي خلصنا. نفس المبدأ. اربع بوينت خمسة درب عشرة قوة سالب تسعة متر. شو البادئ على قيمة عشرة قوة سالب تسعة? بتقولي يا استاذ النانو. فبالتالي شو بصير عندي? اربع بوينت خمسة شو بحط? نانو متر. رايي انا حطيت نانو متر. ما شاء الله تبارك الله. اه. طب عشرة قوة عشرة يا اخي فيش عندي عشرة قوة عشرة? او نرجع. في بادئ اخلنا عشرة قوة عشرة? نرجع بالله هذول. شوف هون مكتوبات. خانشوف بالله الحقي صحيحة ولا لا. عشرة قوة عشرة يستين في عشرة قوة عشرة? شو رايكو? يلا اقرس شوال. في عشرة قوة عشرة. لا بتقولي ال جيجا. وفي عندي التيره. بس اكرم اشيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي استاذ. اثنين بوينت خمسة ضرب عشرة. بنت اشير منها واحد. هاي عشرة واحد ضرب عشرة قوة تسعة. هاي يجي. هاي خط منها واحد. يعني الحب شوية هو يمزح معي. بتقول يا سهل عشرة قوة عشرة ما بزبط. شو بده اصوي? بتقول هاي العشرة قوة عشرة بتاخد منها واحد. بزبط صح ولا لا? ها? اذا تشابهت الاساسات بجمع الاسس. عشرة واحد زائد تسعة رجع معي. طبعه تجدها. شو بصير عندي يلا? اثنين فاصلة خمسة ضرب عشرة قوة واحد. طيب ما عشرة قوة تسعة شو هي? جيجا ايش جو. ولا بدك تدخل عليها? تدخل عليها. شو بصير عندك هاي? بتقول يا ستاق بصير خمسة وعشرين جيجا ايش جو. يعني شوية رقم جيم نركز فيها. يعني شوية صار عندك تحايل عليها. اذا يا شباب الله يرضى عليك. اخذنا في هذا الدرس شغلتين مهمات جدا. اللي هي كتابة الارقام بصيغة الترميز العلمي او بالطريق العلمي انك تخلي رقمها فقط على يسار الفاصلة. طيب ماشي. وبتقول لي يا ستاق الشغلة الثانية اللي اخذناها الباديات وهي احرف الياتينية. ماشي ما لها قيمة. لها قيمة. لها قيمة. لها جزء من القيمة من كمية ايش الفيزيعية. اه. وكنا في عنا ست وحدات مهمات جدا. انا رضي عليك. كنا هذي ست وحدات. لازم احنا ايش نركز عليها. نكمل. يا الله. شوفوا. اكتب الكميات الاتي. بايش. بالصورة العلمية. اه معنا ذاكري عما قلنا لك شو كتابة الارقام بالصورة العلمية. بتقول يا استاذ كتابة الارقام بالصورة العلمية. انه يكون رقم محفظ على يسار الفاصلة. اه. والشغل الثاني اذا وجدت عندي. بادئة. نعوض ايش في قيمتها. طيب عشو. نجي نذكرك في البادئات. حتى ما تصير انت تقول لي كاني ماني. ها. نرجع شوي. نرجعك لوين? للبادئات. حتى ايش تذكرنا. ها. حتى نقول لي يا سيد الحزيز هاي عندك. تمام? هاي عندي ايش البادئات. احنا ركزنا على ست بادئات. وكنا مهمة جدا. حتعقد انك انت ست بادئات احفظت هنا. تمام? يلا نروح على ايش? ها? اخذت فكرة? خنروح عندك. بسم الله الرحيم. يلا اول واحد. شو اول واحد? اتناش ايش? ايش? اين شو تقرأ هاي? اتناش ايش? تيرا? اه isn't? ماشي. الليكلنا? الحرف الاول يشير الى البادئة ايذا وجد. والحرف الثاني يشير الى وحدة ايش? قياس كميلة الفيزية. الوض? هاي يا سيدي وحدة قياس القدرة. ان شاء الله اذا كملت دراستك راح تيجي تاخد ايش وحدة قياس القدري يلا شو بتقول لي يا استاد بتقول لي يا استاد اول اشي هاي اتناش اه ضرب عشرة ايش قوة ايش اتناش لانه التارة قوة اتناش طيب ماشي ما خلصنا الحكي ما احنا كنا حتى اكتب الرقم بصيغة الترميز العلمي شو بتقول لي يا استاد بتقول لي لازم اذا كان في عندي بادة اعوض في قيمتها اقلصت نص العيش بحل واخلي رقم واحد فقط على يسار الفاصلي بتقول لي هون يا استاد الفاصلي بتقول لي لازم الفاصلي تيجي هون شو بتصير عندي اذا بدي حركها منزل واحدين حول يسار واحد فاصل اثنين ضرب عشرة قوة واحد ضرب عشرة قوة اتناش دابليو يلا واحد فاصل اثنين ضرب عشرة واحد زائد اتناش بتقول لي ثلاتاش وط هاي صارت عندك بالصورة ايش العلمي او بصوية الترميز العلمي او هاي انا كتبت لك اياه طبعا ايش نكمل يلا مين يقرأ لهاي البادية سبعمية وعشرين ايش ميجا شوية جول هاي الميجا البادية هاي البادية يلا شو بتقول لي يا استاد بتقول لي استاد بصير سبعمية لو نبدأ من هو الافضل يلا خليه سبعمية وعشرين ضرب عشرة اه الميجا كم عشرة قوة ستة جول ماشي هاي العواطف في قيمة البادية هاي شو ضل عندي بتقول لي استاد ضل انك تخلي رقم واحد صحيح فقط على يسار الفاصلة ماشي بسيطة جدا يلا هون الفاصلة بدي احط الفاصلة هون بينه وما ايش منزلتين بدي احركوا نحو اليسار اه هيك بدي احرك زي هيك صح ولا لا شو بتصير سبعة فاصلة اثنين صفر ضرب عشرة قوة اثنين ضرب عشرة قوة ستة يلا بنجمعهم شو بتصير عندك سبعة فاصلة اثنين صفر ضرب عشرة قوة ثمانة ايش جول ماشا الله هاي احنا كتبنا بصيغة الترميز العلمي ها كتبنا ايش بصيغة ترميز العلمي هنشوف اللي بعديه ثلاثة بوينت شو ثماني مايكرو متر ها ثلاثة بوينت ثماني مايكرو متر فبتقول لي استاد المايكرو هاي تمثل عند البادية هاي المايكرو تمثل عندي ايش بتقول لي يا استاد الماكو تمثل عندي البادية يلا شو بصير عندي ثلاثة فاصلة ثمانية ما شاء الله مريحني الرقم مكتوب صحيح لان ما فيش اللي غير عندي رقم واحد فقط علي صالفاصلة ما علي الا اجي اعوض في قيمة البادية درب عشر قوة سالب ستة شو هو عندي عندي متر يعني اعتقد ان ما عندك حج هسا ما عندك حج شو بتقول لي يا استاد بتقول لي ما شاء الله حلينا مساعد حلينا اسئلة الكتاب بصح ولا لا شو اللي اخدنا في هذا الدرس لحد الان قلنا في عادي الدرس انه كيف اكتب الارقام بصيغة الترميز العلمي شو اكته بصير الترميه او بالصورة العلميه بتقول لم ي omega يعني صور علميه y⁉ خلي ورقم واحد فقط علي يسار رقم واحد فقط علي يسار ايش الفاصلة واذا وجدت عندي بادية في قيمته ايا احنا تعلمنا يعني. الشغل الثاني بتقول يا استاذ اخدنا البادئات. اخدنا ايش? البادئات. شو بتقول البادئات? بتقول يا استاذ احرف لاتينيه. ايه لها قيمة معينة. يعني ايه لها قيمة او جزء من قيمة ايش? الكمية الفيزائية. وتكتب دايما قبل وحدة القياس. اخدنا ما شاء الله في الكتاب حطيلك اثناشر بادئة. احنا قلنا في عندي ستة مهمات جدا. ليش هضلت ستة مهمات جدا استاذ? لان هني اكثر شيء اللي تكرر معي. اخفر شيء ياش باتكرر معي اللي هني كنا مايكرو اشرة قوى سالب ستي الميجا عشرة قوة ستي الكيك كيلو عشرة قوة ثلاثة الملي عشرة قوة سالب ثلاثة النانو عسرة قوة سالب تسعة وكنا في بادئة مش حاطيلك في الكتاب لازم تعرف اللي هي السي صانتي. قيمتها كم? قيمتها عشرة قوة سالب الثاني. بعدن شغل الثاني البادئات تستخدم البادئات در بالك تستخدم مع اي وحدة قياس البادئات تستخدم مع اي وحدة قياس وفي عندك اخر ديسي يعني احنا هاي مش مطالبة مش موجودة عندنا وعرفنا كيف نكتب الارقام ايش بصيغة الترميز شوه العلمي الآن يا شباب شو بنيجي رح نيجي على درس مهم جدا هذا الدرس اللي هو يا سيد العزيز معامل التحويل والتحويل ما بين البادئات هاي مشكلة كبيرة شو مشكلة كبيرة جدا هاي احنا زي ما اقول لك من اعتبار من حصص تأسيس الفيزي يعني مرات ديها جاءت عوض بالكتلة بيجي الكتلة بيعطينيها بالعشرين قرام ما بزبط عوض هاي الكتلة بهاي الصيغة بتقول لي يا استاذ لازم تكون في الوحدة الدولية الكيلو قرام مشكلة هاي بتواجهنا مرات بعطيك بالمليمتر بتقول لي يا استاذ لا في المليمتر ما بزبط معي شو لازم يكون بتقول لي يا أستاذ لازم يكون عندي وحدة وحدة المتر هاي يعني التحويل هذا الحكي أيضا الله يرضى عليك مهم جدا إن شاء الله هذا الحكي مهم جدا إن شاء الله كيف أني أنا أحول ما بين الوحدات فهمت عليكين ما بين الباديات إن شاء الله هذا نخليه لين نخليه إن شاء الله للحصة القادمة أفضل يعني هسا إحنا ما شاء الله يمشيه هذا اللي بيسمونه تأسيس الفيزي أنا هذا بسمونه تأسيس إيش الفيزي الله يرضى عليك هاي أخذنا والله موضوع مهم جدا الله يرضىك لن تستهين فيه هذا الموضوع مهم جدا خلينا الحصة القادمة أفضل بحصة إيش منفصلي خليه هذا عندك إيش بحصة إيش منفصلي أفضل تمام جدا حتى شوية ما نكثر عليك إيش المعلومات وفي النهاية يا سيد العزيز أشكر لكم حسن المتابعة كان معكم الأستاذ جهاد الغزاء ومدرس مادة الفيزياء على منصة جو أكاديمي أستدعكم الله الذي لا تضيعه ودعه إلى لقاء قريب بإذن الله تعالى تعالى